اشتركوا في القناة ايضاً نتكلموا عندي عن ميل المنحنة طبعاً قبل هذا كله في بعض الفيديوهات بنرفقها مع هذا الفيديو مع البث المباشر تلقوها تستفيدوا منها لانا أنا من قدرش نشرح زي ما قلت لكم المادة من قدرش نغطيها كلها ولكن نغطي اهم الافكار اللي قد يحدث عند الطلبة جدل طبعاً في طالب اسمه سالم ارسل عنده عدة اسئلة ان شاء الله بنجاوبوله عليهم السؤال 57 هو اللي بنجاوبوله اليوم فقط لانه متعلق بدرس اليوم اما الاسئلة الاخرى ففي الدروس القادمة ان شاء الله خلونا الان نبدو بالصور الخاصة من التفاضلات واللي هي تسهل علي عملية التفاضل مش هنشرح عليهم امثلة ولكن بنكتبهم بشكل عام تحفظوهم في فيديوهات زي ما قلت لكم مرفقة مع الفيديو هذا او روابط تضغطوا عليها توصلكم للشرح متاعهم طبعاً الان عندنا صاد اذا كانت بتساوي الف عليه سين وسنون ركزي معي صاد بتساوي الف عليه سين وسنون ولاحظ عندي الف هنا هذه اللي نشوفها يقول لي خارج القسمة ويقول لي يمشي معها راح خارج القسمة ولكن هذه حالة خاصة لو كان عندي الف او ما فيش دعي نكتب هذه نجي نقول الف بشرط انه الف ينتمي الى حا شن تفاضلها تفاضلها دال صاد علي دال سين شن بتساوي وحنطبقوا الكلام هذا القانون هذا حنستخدمه لانه صورة خاصة مش موجودة نكون في المنهج حنستخدم اول شي الثابت نغير اشارته فيصبح بالسالب ضرب القس اللي عندي لوطة هو عبارة عن نون ونكتب لوطة هنا سين قس نون ولكن منزيد عليها واحد بتقول لي يا استاد في التفاضل انت فهمتنا في الحصة الماضية انه را عمليه طرح للقس هذا لو كان القس في البسط ولكن لما يكون القس في المقام الكلام هذا يختلف تماما اذا هذه صورة مهمة جدا وهذه صورة نتمنى من الجميع ان يركز عليها راهي مهمة نجي الان قد يأتيني السؤال في صيغة اخرى يقول لي او نأخذ القانون بصيغة اخرى دال علي دال سين تفاضلوا اخذناها قام استادي تفاضل بالنسبة لسين وكتب لي هنا سين عفوا كتب لي ألف علي سين يعني الصيغة هذه من الجديد نكتبها ألف علي سين وسنون كيف نفاضلها هذه؟ طبيعي تفاضلها زي ما درنا هنا هي نفسها هذه فيصبح عندي ناقص ألف ضرب سين عطن ضرب نون ضرب نون ولوطة عندي سين وسنون زايد وواحد باهي في حال انه كان عندي دال علي دال سين وهنا كتب لي ألف ولكن لوطة ما كتب ليش سين غير لي المتغير دارهولي صاد وسنون شام بيصير عندي في الحالة هذه بنقول لك عزيزي الطالب نفس العملية واللي هو هيكون نفس الطريقة ناقص ألف ضرب نون ضرب شاني صاد شرطة أو تفاضل صاد اللي هي دال صاد علي دال سين وهذا بنتعمقه فيه شوية تانية في التفاضل الضمني ولوطة عندي صاد الأس نون امتاحها زايد واحد هذه من الصور المهمة اللي لازم تكتبها عزيزي الطلبة وتكونوا منمين بها لأنها تحل المسألة في خطوة خير ما تحلها في عدة خطوات من جيل الآن من الصور الأخرى عندي صورة الجذر احنا يخذينا في درس الأسس الصورة الجذر لما يبدأ عندي سين تحت الجذر فراهي هي عبارة عن شني سين الأس انتاحها واحد على اثنين كيف يا أستاذ القاعدة اللي اخذيناها في أول تنوي شن تقول لي تقول لي القانون أو القاعدة قانون الأس في تحت الجذر هنا عندي لو كان الأس أو عفوا دليل الجذر اللي هنا هذا اسمه هذا تشبحه فيه النون اسمه دليل الجذر ولما يكون الجذر تربيعي لا يكتب لو كان تربيعي لا يكتب لكن نعرفه انه فيه اثنين وهنا عندي ها في الحالة هذه شن بيساوي بيساوي سين اللي هو الأساس هذا هو الأساس نعاود نكتبه كتبنا الأساس نديره خط كسر وفوق نكتب الأس ما بي داخل الجذر ولوط عندي دليل الجذر إذن هذه الصيغة هي نفسها هذه لو نجيه هنا فيه اثنين وهنا فيه أس واحد حولناها للصيغة هذه باستخدام القانون هذا بشكل مباشر بقى يا أستاذ شن نستفيد منه هذا عندي صيغة أخرى من الصيغة الخاصة لو قال لي صاد بتساوي جذر دالة ركز معاي جذر دالة ركز معاي جيدا شن قلت جذر الدالة شن بتساوي بيساوي عندي دال صادع لدال سين اللي هو التفاضل امتاحها وهذه صورة مهمة وجاي هلبة أسئلة في الاسترشدية باش تحل بشكل مباشر منديره خط كسر ما نخافش من صورة الجذر ما نحولهاش لصورة أستية وبعد تالي نفاضل نقدر صح لكن تاخد هلبة خطوات ونجي نعاود نكتب أول مرة نكتب اثنين اللي هي ضعف الجذر الجذر هو نفس ما هو نعاود نكتبه وفوق نكتب تفاضل ما بداخل الجذر أظن أن الصورة واضحة الآن أصبح عندي قانون مهم جدا طبعا كيف نطبقوا عليه في مسائل إن شاء الله نتعرضوا لها ونتعرفوا كيف نطبقوا على القوانين هذه أو الصور الخاصة هذه الآن منجي للتفاضل الضمني واللي هو دارسنا اليوم التفاضل 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 الضمني لاحظوا اليوم نشتغل أهدى شوية من الحصص الماضية لأن التفاضل الضمني يحتاج تركيز فلاحظوا معي التفاضل الضمني عادة علش سموه تفاضل ضمني احنا عندنا أنواع الدوال الزوس اللي هي العلاقات اللي نسموها الصريحة الدالة الصريحة والعلاقات الضمنية واللي ممكن تكون دالة ضمنية فيصبح عندي لو قولتني صاد بتساوي سين تربيع زايد ثلاثة سين هذه نقول عليها دالة صريحة أو علاقة صريحة علش؟ لأنك تبلي صاد في طرف بروحة والأس امتاحها واحد صح ولا؟ هذه تسمى علاقة صريحة أو دالة صريحة أو هذه تفاضلها مباشر لما تكون عندي في صورة أخرى مثلا لو قلنا صاد صاد تربيع زايد سين تربيع بتساوي خمسة وعشرين هذه معاش اسمها؟ دالة صريحة هذه اسمها؟ ما نسمها؟ في عندي صاد تربيع مش بروحة في طرف لاحظة معي صاد تربيع مش بروحة في طرف في الحالة هذه نسميها علاقة ضمنية هذا بيصير لها تفاضل ضمنية ناخد مثال آخر لو وجدنا سين صاد زايد صاد تربيع بتساوي 2 سين حتى هذه نقدر نقول عليها علاقة ضمنية نقدر نقول عليها علاقة ضمنية وبيصير لها تفاضل ضمنية وبنتعرفوا كيف نخشوا على التفاضل الضمنية كيف نبدع عملية التفاضل الضمنية في حالات نفس هذه نجي الآن عزيزي الطالب لازم ناخده أساسيات احنا عندنا في التفاضل الضمنية لما نجي نكتب دالة هنا نكتب دالة ويني تفاضلها؟ أو اشتقاقها شين عندي؟ عندي لو كانت صاد شين تفاضل الصاد؟ هي دال صاد علي دال سين دال صاد علي دال سين ونقدر نقول بتساوي صاد شرطة وراهي أسهل خفيفة صاد شرطة نزبطه في الحالة هذه وما تكلمتش عليها في الحصة الماضية باش منزيدش اللخبط الطالب دال صاد علي دال سين هي صاد شرطة تمام؟ تفاضل الصاد صاد شرطة كذلك لو كانت اتنين صاد شين تفاضلها؟ اثنين صاد شرطة اللي هي اثنين مضروبة في دال صاد على دال سين بح لو اخدينا مثلا ثلاثة صاد نفس الموضوع ثلاثة صاد شرطة واضح حكي تقريبا ما فيش اي اشكالية الى الان الامور طيبة بح لو جاينا الان زدنا شوية في الموضوع وقلنا صاد تكعيب شان تفاضل الصاد تكعيب احنا لما نتفكره تفاضل الصاد تكعيب لما نجي نفاضلها يعني ندير دال علي دال صاد تفاضل تمام شن تعطيني شنين تعطيني ثلاثة صاد تربيع نفس الكلام يصير هنا ولكن لان التفاضل بالنسبة للمتغير صاد معناته ديما لما نفاضل بالنسبة للمتغير صاد نفاضل تفاضل عادي ونضرب في صاد شرطة فيصبح كيف نكتبها يا سيد فاضلي هادي زي ما نفاضلنا السين تكعيب تصبح ثلاثة صاد تربية هادي تفاضلها زي ما فاضلنا هادي وبالسك يا سيد لا معاها ضرب صاد شرطة اللي هي دال صاد على دال سين وهكي فاضلناها هادي الصياغ المهمة اللازم الطالب يكون ملم بها كذلك عندي من الأمور الأخرى اللي لحظتها لبا من الطالبة يتلخط طفاها عندي مثلا نجي هنا الصاد شن تفاضلها يعني نديره على دال سين تفاضلها صاد شرطة باهي الصاد شرطة شن تفاضلها صاد شرطين باهي الصاد شرطين شن تفاضلها صاد ثلاثة شرطات باه لو جينا هادي نكتبوها احنا نعرفوا انها هادي عبارة عن دال صاد على دال سين باي هادي كيف نكتبها هادي تساوي دال اثنين صاد ركزي معاي شن قلت دال اثنين صاد على دال سين تربية باه الدال ثلاثة شرطات دال ثلاثة صاد على دال سين تكعيب وكل ما نزيد عدد الشرطات كل ما يزيد الدالة والتفاء والأس في الأسفل فيصبح هذا مهم جدا ان الطالب يكون ملم بها من الأمور الأخرى لو قلنا صاد شرطة ضرب صاد شرطة شن بتساوي هل با من الطلبة يقول لي صاد شرطتين بنقول للكلام هذا خطأ صاد شرطة ضرب صاد شرطة ترى قول لي بالله صاد في صاد بتقول لي صاد تربيع ما صاد شرطة في صاد شرطة صاد شرطة عليها تربيع فإذا لازم نركز على الجزئية هذه يصبح عندي صاد شرطة ضرب صاد شرطة راهي عبارة عن صاد شرطة وندير قوس وفوق منها تربية شباهي شن اللي بيستفيد من الكلام هذا إن راهوا قد يأتيني سؤال في الامتحان يقول لي دال طبعا صاد شرطتين هي دال اثنين صاد علي دال سين تربية تمام بتساوي يجيب لي دال صاد علي دال سين واللي هي صاد شرطة أحيان ودار لي عليها تربية طبعا هذا قد يأتيني سؤال في الامتحان في هذا الشكل بنقول لي لا تساوي علاش لأن هذه المشتقة التانية وهذا مربع المشتقة الأولى وشرحنا قلنا هذه دال صاد علي دال سين لما ضربناها صاد شرطة تربيع صاد شرطة تربيع هي دال صاد علي دال سين تربيع رد ما لك من الملاحظة هذه جيدا عزيزي الطالب الآن من جي الموضوع آخر بنتكلموا عليه اللي هو ميل المنحنة ميل المنحنة تكلمنا عن جزئية قامس نزيد ونتكلمه في جديد ميل المنحنة ميل المنحنة رمزة مين أو ما يسمى ميل المماز شن قلت ميل منحنة وميل مماز وركز على المسميات جيدا عزيزي الطالب ميل المنحنة هو عبارة عن شني يا ستاد هو عبارة عن تفاضل المنحنة يعني دال صاد علي دال سين تمام هذا شني ميل المنحنة لذلك لازم نكونوا فاهمين جيدا كذلك عندي غير ميل المنحنة ميل العمودي ميل العمودي طبعا ليه لو رسمت هذا خط مستقيم وجيت رسمت خط تاني مستقيم وبينهم زاوية قائمة بينهم زاوية قائمة نجي هنا هذا سمينا مثلا ميل واحد تمام وهذا ميل اثنين المعلومة هذه اخذناها في اول تنوي خطين متعامدين بينهم زاوية قائمة لو كان بينهم زاوية قائمة نقدر نقول هذا ميل منحنة هذا ميل عمودي والعكس نقدر نقول هذا ميل عمودي عفوا ميل منحنة وهذا عمودي عليه لانه متعامدات على بعضهم باي شنن بنستفيد اخذينا في اول تنوي ان ميل واحد اللي هو ميل منحنة خلنا نسموه هنا منحنة ضرب ميل الثاني اللي هو عمودي ديما راه بيساوي النتيجة ناقص واحد ديما لما نضربهم بعض يعطيني ناقص واحد وبالتالي لو اني نبي ميل العمودي راه بيساوي الميل هذا عمودي تمام بيساوي ناقص واحد على ميم اللي هو منحنة تمام هذه ملاحظة مهمة جدا عزيزي الطالب بعد انخدنا هذا ميل منحنة ميل مماس اللي هو ميل مماس نفسه وميل عمودي مننا ننتقل لشيء اخر نتكلم عنه اللي هو معادلة المماس ومعادلة العمودي عندي يعني معادلة المماس والعمودي معادلة المماس خليني الان شن قلت معادلة مماس شن قلت معادلة مماس معادلة المماس هذه معادلة المماس لها قانون لازم نحفظه شن هو صاد ناقص صاد واحد بيساوي الميل مضروب في سين ناقص سين واحد جيد احنا باش نعوضه ونجيبه معادلة العمودي عندي ثلاثة اشياء لازم يكون متوفرات عندي اللي هو الصاد واحد وبيعطيها لي مثلا في السؤال او الميم او بيعطيني السين واحد بيعطيني واحدة منهم بنقدر نجيب الزوز التانيات من غيرهم ما ثلاثة مش متوفرات عندي بنقدرش نجيب معادلة المماس نجيب معادلة العمودي معادلة العمودي معادلة العمودي نفس الكلام صاد ناقص صاد واحد بتساوي وقلنا شنه عمودي يعني ناقص واحد على ميم مضروبة في سين ناقص سين واحد ويكي احنا اختصرنا وعرفنا شنه هي معادلة العمودي باش نجيب معادلة العمودي لازم يكون عندي قيمة صاد واحد متوفرة او ميم متوفرة او سين واحد متوفرة غالبا هو يعطي فيها في قيمة سين واللي هي بنسموها سين واحد ونجيبه منها صاد ونجيبه منها الميل طبعا احنا باش نجيبه لو كان في السؤال اعطاني قيمة سين عندما يعطيني قيمة سين في السؤال نقوله عليها هادي سين واحد هادي مش قلنا سين اعطاني سين قال لي مثلا بتساوي اثنين او بتساوي صفر او بتساوي واحد نقوله عليها سين واحد باي كيف نجيبه صاد واحد يا استاد عندي سين واحد بس كيف نجيبه صاد واحد صاد واحد بتساوي نعوض بقيمة سين في المنحنة اللي هي دال واحد سين وبنتعرفوا عليها وطبعا اعفوا دال واحد او دال واحد سين واحد هادي تمام باهي لو نبي الميل الميل هو تفاضل المنحنة بيكون دال صاد علي دال سين ونعوض بقيمة سين اللي اعطيها ليه في السؤال باش نجيبه قيمة المنحنة الميل عفوا الان فهمنا الجزئيات هادي جيدا عزي الطالب عزي الطالبة ننتقله الان لحل الاسئلة الاسترشادية في بعض الملاحظات حنتكلم عليها اثناء حلي للسؤال الاسترشادي لو نجيه لسؤال رقم تمانية اه عفوا سؤال عفوا رقم اربعة وخمسين يقول لي المنحنة صاد بساوي سين تربيع ناقص ثلاثة سين زايد ثلاثة ما له ناقص واحد اعطاني شني اعطاني الميل به عند النقطة الف وبي فان قيمة الف وبي على الترتيب واحد وواحد هل الكلام هذا صح او خطأ خليني نفهم السؤال بشوي بشوي انا اعطاني منحنة هذا هو المنحنة واعطاني الميل هذا عندي الميل امتاع المنحنة واعطاني النقطة الف وبي شن تمثل عادة لما يقول النقطة يتبادر الى اذهاننا اي نقطة لها احداثيا السيني والصادي يعني راه يقصد قيمة ألف هي سين احداث يسيني قيمة سابه او اذا لا ناقص علي ان نجيب احداثي السيني و احداثي الصادي كيف نجيب واحداثي السيني لأننا عدي قيمة الميل. لو عوضنا بتطلعر عندي قيمة سين بتقولي تريعا ستات كيف? لو نجيرف فاضل الصاد يعني درنا الآل على الآل سين, ليس بيعطيني الميل اللي هو الآل الصاد على الآل سين لو فاضل الصاد تفاضلها الآل صاد على الآل سين هو الميل, ما يساوي؟ تعال AhmadFadli، السين تربيع تعطيني 2. سين فاضلي range 3 سين تعطيني ناقص ثلاثة. فاضلي 3 تعطيني صفر، لا يوجد للتعدي. إذن الآن عندي الميل قداش قيمتها ناقص واحد حط هنا ناقص واحد وبتساوي اثنين سين ناقص ثلاثة الآن شا المجهول اللي عندي في المسألة سين آه سين معناتها الأمور طيبة إذن الآن نستطيع من خلال الموضوع هذا ناخده ناقص ثلاثة تمشي للجهة الثانية تمام فيصبح عندي ناقص ثلاثة تصبح موجه بثلاثة ناقص واحد زايد ثلاثة أو ثلاثة ناقص واحد بتساوي اثنين سين نطرح يعطيني اثنين بساوي اثنين سين معناتها سين شم بتساوي بتساوي واحد كيف درجت يا ستاة تقسمنا هنا على اثنين وهنا على اثنين باش تعطيني سين تمام الآن تحصلنا على قيمة سين واللي هي تمثل شنه في النقطة تمثل ألف هادي تمثل هي ألف صح ولا بح شن مازال عندي مازال عندي بح بح شن هي تمثل الصاد كيف نجيب الصاد توا بكري كنت تكلم عليها في الملاحظات اللي عطيتهم بكري بولتاني لما نبي نجيب الصاد لو نبي نجيب الصاد عفوا شن دير لما نبي نجيب الصاد اللي هي صاد واحد نعوض بقيمة سين في الدالة صاد اللي هي دالة المنحنة فنرجع الآن وين وصلنا هذه هي نرجع الآن عنين نبي نجيب قيمة صاد من جيه الآن بما أننا نبي نجيب قيمة صاد نكتب صاد المنحنة شم بيساوي صاد المنحنة؟ أنا سين تربع ما عاش نكتب سين تربع حط قوس وعليه تربع قيمة سين قداش ما عنديش هنا لكن عندي هنا طلعناها يعني واحد وبعد تالي عندي ناقص ثلاثة في سين يعني ناقص ثلاثة مضروبة في واحد تمت لا ما تمتش المعادلة ما زال زايد ثلاثة الان تطلع عندي قيمة صاد بتساوي حتى هي واحد بعد ما نحلوها يبدأ عندي قيمة ألف هي تمثل سين وبي هي تمثل صاد إذن على الترتيب لما نجي قال لي ألف هي الأولى وبي هي الثانية وإحذر الموضوع على الترتيب رأي أعطاني الأولى واحد الثانية واحد ولقناهم فعلا واحد واحد وهكي حلينا سؤالنا ننتقلوا لي سؤال آخر يقول لي معادلة المماس للمنحنة السؤال خمسة وخمسين يقول لي معادلة المماس للمنحنة يبي شني معادلة المماس واللي قانونها تكلمنا عليه هي للمنحنة ثلاثة سين تربيع ثلاثة عفوا عليه ثلاثة سين تربيع ناقص أربعة سين زائد ثلاثة عندما سين بتساوي ثلاثة عندما سين بتساوي ثلاثة هذه في جزئية مفقودة من السؤال هذه عندي راهي سين بتساوي ثلاثة إذن الآن قال لي هي هذه المعادلة هل الكلام هذا صح أو خطأ نسيت نقول في السؤال اللي قبله إن الإجابة راهي صح نمشي للسؤال هذا عفوا نسامحونا على هذا النسيان فنبدأ الآن بسؤالي معادلة المماس أنا باش نجيب معادلة المماس نكتب معادلة المماس واللي هي صاد ناقص صاد واحد بتساوي ميم مضروبة في سين ناقص سين واحد جيد بعد ما اكتبنا معادلة المماس أنا ايش نحتاج نحتاج يكون عندي في عندي قيمة صاد ونحتاج يكون عندي قيمة سين ميم عفوا ونحتاج قيمة سين واحد سين واحد هي هذه اللي هي سين في السؤال وقلت لكم بكري في الملاحظات سين يعطيها لي نسميها سين واحد إذن الآن لازم نجيبه الصاد واحد كيف نجيبه الصاد يا أستاذ قلنا نجيبه الصاد بالتعويض في هذه الطول نحط قيمة سين اللي هي اتنين فيصبح عندي صاد بتساوي ثلاثة على اتنين مضروبة في اتنين تربيع اللي هي قيمة سين ناقص أربعة مضروبة في اتنين اللي هي قيمة سين اللي هي زايد ثلاثة لازم ندير الخطوة هذه باش نجيبشني صاد واللي هي اسمها صاد واحد لاحظة معي 3 على 2 ضرب 4 بتعطيني 6 ناقص 4 في 8 في 2 ب8 6 ناقص 8 بتعطيني ناقص 2 زائد 3 فيها 1 إذن قيمة صاد 1 بتساوي 1 حصلنا على مني صاد 1 زي ما عندي صين 1 شن ما زال عندي ناقص علي الميل كيف نجيب الميل يا ستادي نجي نقول الميل عزيزي الطالب قلنا شني تفاضل المنحنة يعني دار صاد على دار صين تعال فاضل المنحنة بتقولي تفاضل هذه هي عبارة عن 2 بتنزل القص مضربة في 3 على 2 سين القص كان تربيع نقصنا منه 1 يصبح قص 1 ناقص تفاضل 4 سين 4 زائد تفاضل 3 بصفر في جداعي نكتبها 2 هذه بترفع معها 2 هذه شن تبقى عندي 3 سين ناقص 4 باهي لحنين جيبنا قيمة الميل لا ما جيبناش قيمة الميل باي كيف نجيبوا قيمة الميل لما نعرف قيمة سين اه صين نهي معطيها معطيها في السؤال عندي قداش اثنين اذا الان نكتب ان الميل بيساوي 3 ضرب 2 او نكتبها بين قوسين ناقص 4 بيعطيني الميل بيساوي اثنين اذا الان تحصلنا على قيمة 3 اللي بايش نجيبوا منهم معادلة المماز فمجي الان عزيزي الطالب بشكل مباشر بعد الكلام هذا كله نكتب صاد ناقص صاد واحد اهيه بواحد بتساوي الميل اللي هو ميم بيساوي اثنين مضروبة في سين ناقص صين واحد اللي هي هذه اثنين نجي نفك الاقواص يصبح اندي اثنين نضربها هنا وهنا ما ننساش نفك القوس في ناس تضرب اثنين هنا وتنسى تضربها هنا وهذا بيسبب خطأ بيسبب خلل في حل السؤال فيصبح اندي صاد ناقص واحد بتساوي اثنين سين ناقص اربعة انا عندي المعادلة هذه في صورة صفرية فلذلك نحول هذه الثنين سين نحولها للجهات الثانية وناقص اربعة للجهات الثانية فيصبح اندي صاد ناقص اثنين سين ناقص واحد زايد اربعة بتساوي صفر لازم نركز عزيزي الطالب انه راهي اثنين سين اشارتها موجبة امشت للطرف الثاني تغيرت اشارتها ولت بالسالب فيصبح عندي صاد ناقص اثنين سين ناقص واحد زايد اربعة بزايد ثلاثة نطرح ونحط اشارتها كبير زي ما تكلمنا عليها في الصابق لابا نجي نشوف هذه معادلة المنحنة ونقارنها بالحل نجد انه نفس الحل اذا الحل بنقوله عليه صح نمشوا لي سؤال اخر سؤال سبع وخمسين سألنا عليه الطالب سالم وقال اني السؤال هذا بالله يا استاد اشرحه لي وركزي معي كان انت يا سالم ما زلت قاعد تشوفي البت نمتعنا من جي الان هذه دالة على صورة سين مضروبة في صاد نقدر نقول دالة ضمنية او نقدر نقول خليها نحولها الى صورتي لاحظ معي اني باش نفهم السؤال هذا جيدا اني عندي شني دال اثنين صادع لدال سين تربيع يعني المشتقة الثانية لي مني لصاد ركزي معي شن في عندي في البسط صاد بقي هذه المشتقة الثانية لي مني لسين اه بنحولها اذا هذه بتكون باش نحل المسألة هذه عزيزي الطالب لازم تكون دالة كأن اوقف اوقف هذا احبكم اوقف عندي نحاول اننا نكتبه في اشكالية في الكتابة باح نتكلمه يبدو ان في اشكالية في خلل في خلل صار عندنا فني نحاول ان نشتغل على اصلاحه الخلل هذا او نستنى الجهاز باش ي نحاولوا بسم الله نطلعوا نطلعوا عزيزي فاصل فاصل ونرجعوا باش نشوفوا الخلل الفني اللي صار الخلل أهلا بكم بعد الفاصل مرة تانية نكملوا مسألتنا وين موقفنا أننا عندنا دالة 2 صاد هذه بدلالة صاد لازم تكون دالة بدلالة صاد والتي هي صاد تسوي يعني تخلصوا من السين تقول صاد تسوي واحد على سين كذلك هنا دالة 2 صاد معناتها بدلالة صاد يعني المشتقة التانية لسين فتصبح ندروها نفس الدالة هذه نبي صاد بدلالة صاد والتي هي بتسوي واحد عليه صاد نكمل بشوي بشوي باش نعرفوا كيف نحلوا أعطيتكم بكري حالة من الحالات الخاصة وقلت لكم راه يتساعدنا هلبة في عملية التفاضل شن هي لما نجي نفاضل الصاد هادي صاد شرطة تمام لاحظ معاي اللي فوق ثابت صح ولا اللي فوق شنه ثابت وعندي الأس لوطة قداش واحد في الحالة هادي نضرب ندير ناقص لمطبق القانون البكري ناقص هادي بتتغير إشارة البس ثم نضربه في القص متاع المقام فيصبح عندي واحد ولوطة نزيد القص واحد فيصبح عندي اثنين فيصبح عندي في الحالة هادي أصبح عندي صاد شرطة اللي هي دال صاد علي دال سين هي وناقص واحد علي سين تربيع لكن هو ما يبيش صاد شرطة هو يبي دال اثنين صاد يعني صاد شرطتين اللي هي صاد شرطتين الآن صاد شرطتين بتساوي نفس العملية لما نجي نفاضل نضربه أول شي نغيره إشارة البس كانت ناقص بتولي موجب في جديد ضرب القص متاع المقام اللي هو اثنين ولوطة عندي القص بيزيد واحد لأنه مقام فيصبح عندي ثلاثة هذا قانون او صيغة خاصة غير مذكورة في الكتاب ولكن أسهلك من الطريقة متاع أرفع السين تربيع قص سالب اثنين وفاضل وبعد تالي نزلها تاخد مني هلبا وقت فمنجي الآن بعد الكلام هذا نضرب هنا تصبح عندي في اثنين على سين تكييف إذن الآن وصلنا للصيغة اللي نبوها اللي هي هذه بالنسبة لصاد شرطين اللي هي دال اثنين صاد على دال سين تربيع فهمنا الجزئية هذه نمشي لصاء سين بدلالة صاد لما نجي نفاضلها بدلالة صاد يعني دال صاء سين على دال صاد أو دال اثنين صاد بتعطيني نفس النتيجة هذه نفس الخطوات دال اثنين سين على دال صاد تربيع بتعطيني زي ما عطتني هنا اثنين على سين أس ثلاثة أو اثنين على سين تكييف هنا بتعطيني اثنين ولكن على صاد تكييف إذن فهمنا نفس العملية لو تجي تجرب راح هنا دال سين على دال صاد بتعطيني ناقص واحد على صاد تربيع نفس الموضوع إذن الآن شن المطلوب مني قال لي إذا كان سين صاد بيساو واحد لو ضربنا سين في صاد بيساو واحد نرجع الآن شوية شن يبيهو دال المشتقة الثانية اللي هي هادي لما نضربها في هادي بتعطيني قداش بتعطيني أربعة وراهوا عوضلي بقيمة سين بواحد نرى نشوفوا الكلام هذا صح أو خطأ الآن من نزل قيمة دال اثنين صاد على دال سين تربيع اللي هي عبارة عن اثنين على سين تكييف ضرب اللي بعدها دال اثنين سين عليه دال صاد تربيع واللي هي بتعطيني حتى هي اثنين ولكن عليه صاد تربيع صح ولا يصبح عندي صاد تربيع انتبهوا معي عزائي اطلبوا على الخطوة هادي اللي هي صاد عفوا تكعيب الخطوة هادي مش احنا عندنا يا اما منغير سين يا اما منغير صاد واحدة منهم للتالية كيف يعني او ابسط من هكي نقدرش ندير اول مرة سين قداش بواحد نحول إمكان سين تكعيب ونضطه واحد تكعيب وضعه هنا واحد تكعيب واحد تكعيب هي عبارة عن واحد بصاد تكعيب شنوضح هي الصاد هيا لو جي الصاد شم بتساوي معادلة الصاد مش هي واحدة على سين والسين هي عبارة عن 1 تقول 1 على 1 تكعيب صح؟ والله نعاود الصاد تكعيب أنساء لي التكعيب الصاد بروحها مش هي 1 على سين نحول الصاد و نحط إمكانها 1 على سين 1 على سين السين هي عبارة عن 1 أعط اللي يعني نحول السين و نحط إمكانها شني نحط إمكانها 1 فيصبح عندي في الحالة هذه 1 الى 1 هذا تكئيب يعني يصبح عندي 2 ضرب 2 باربعة أربعة ولوطة عندي واحد تكئيب ضرب 1 عليه واحد تكئيب وبواحد أربعة على واحد باربعة إذن الإجابة نستطيع أن نقول عنها بما أن نضرب لي وما في بعض أعطاني الإجابة أربعة إذن الإجابة طلعت معنا بالتحقيق أربعة ونقدر نقول إجابتنا صح ننتقلوا لسؤال آخر السؤال هذا عزيزي الطالب حاصل ضرب دالتين هذا تلقوه في شرح مش حنشرح لأن مسائل زي هذه بسيطة مسائل مباشرة حتلقوها في الروابط اللي تكلمنا عليهم منجيه هنا أيضا حنم موجودة المسألة هذه نوع الدالة هذه وهذا السؤال صار عليه جدل كبير الدالة هذه ليست زوجية وليست فردية وبتلقوا الحل متاحة كذلك في الروابط اللي تكلمنا عليه أو ممكن بشكل سريع لو كان ما اكتب ليش هادي لوم ما كان ما اكتب ليش سين ينتمي إلى ناقص واحد واربعة منقولوا عليها دالة زوجية والسبب أننا نعرفه الدالة الزوجية القص متاحها بيكون عدد زوجي والعداد الزوجية نتحدث عليهم أمس وهذه القص متاع قداش؟ متاحها اتنين القص هنا عندي اثنين واثنين زوجي فإذن الآن هذه دالة زوجية في حالة أنها يكي كان من غير سين ينتمي إلى ناقص واحد واربعة بقى نقص واحد وأربعة هذا قيم لسين لو جاءنا مثلنا المنحنة لاحظوا معي عزي الطالب على المحاور احنا نعرفه قيم سين شن كاتب لي من نقص واحد للأربعة على السينات من نقص واحد للأربعة هذه نقص واحد هذه نقص واحد وهذه صفر وهذا واحد أفوا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة وهذا أربعة تعال حقق في الدالة نقص 1 اللي هي سين تربيع بتعطيني 1 إذن في الأعلى فوق بتبدأ نقص 1 مع 1 بعد تالي لو عوضنا بالصفر بتعطيني سين تربيع صفر تربيع يعني بناخد النقطة هذه بعد تالي لو حط المكان سين تربيع 1 تقعد عندي 1 حط المكان سين تربيع 2 بتعطيني 4 تصعد للأعلى 4 وكذلك هذه بتعطيني 9 وهذه بتعطيني 16 لو نجي نرسم أو نوصل النقاط هذه ببعض ركزي معي عزيزي الطالب نوصلها ببعض شن أصبح عندي منحنة المنحنة من شروط الدالة الزوجية أن يكون متماثل حول محور الصادات وين محور الصادات؟ هذا هو محور الصادات إذن الآن الدالة غير متماثلة لأنه ما كمل ليش باقي الخط هذا لو كمل لي نقول له صح كلامك في الحالة هذه نقوله ليست زوجية أو فردية إنما في حالة واحدة لو قال لي من نقص 1 إلى 1 نقول له زوجية ولو قال لي من نقص 4 إلى 4 نقول له زوجية وانتهينا من السؤال هذا هذا يصبح عندي السؤال الإجابة ونقوله صح بما أنه ليست زوجية ولا فردية نمشي لسؤال آخر السؤال هذا فإن ميل المماس عنده أي نقطة عليه ميل المماس هو عملية تفاضل أو إيجاد دال صادع للدال سين وحتى هي من الأسئلة اللي من خلوها لكم بتلقوها لأن السؤال هذا هلبا مرات لقيت إنها هلبا طلبة ما عندهمش إشكالية فيه السؤال اللي بعده هتلقوها في الرابط الخاص بهذا الدرس نحن نحلو زي ما قلت لكم الأسئلة اللي فيها فكرة وصعبة شوية من جي الآن سؤال واحد وستين قال لي فإن دال صادع لدال سين بيساوي أعطاني علاقة أو منحنة قال لي المنحنة هذا صاد تكيب زايد سين صاد بيساوي ثلاثة هذا من حلة للفهم فقط لاحظ معي أنا شنبي دال صادع لدال سين شنبي يصير عندي هنا تفاضل ضمني علاش لأن المنحنة هذا مش صريح مش دالة صريحة فلذلك الآن علاقة ضمنية كيف نتعامل معاها لما نجي خود معايا الخطوات عزيز الطالب عد عندك سجل واحد دير تفاضل للمنحنة نين خود الحدود اللي فيهم صاد شرطة لأننا بنديروا تفاضل الصاد صاد شرطة خليهم وبروحهم وباقي الحدود نقلهم للجهة الثانية خود عندك اللي بعدها نعود تعويض جبري يعني بناخد عامل مشترك صاد شرطة في الطرف اللي فيه صاد شرطة اللي بعدها قسم عليه معامل صاد شرطة وهكي أو على المتغير المضروب في صاد شرطة أو المقدار الجبري المضروب في صاد شرطة هكي بنتحصل على صاد شرطة واللي هي المنحنة أو هي عبارة عن دال صاد على دال سي إذن الآن منجي نشوف الخطوات اللي توتكلم عليهم الاستاذ أول مرة صاد تكعيب توتكلمنا عليها في مسألة في البداية في مثال هي ثلاثة صاد تربيع صاد شرط زايد أنا عندي الآن هنا حاصل ضرب دلتين وقام سخدين حاصل ضرب دلتين هذه الأولى وهذه الثانية كل متغير يمثل دالة الس متغير والصاد متغير إذن كيف نتعامل معها هذا نفتح لقوس ما تهزاش على الموضوع أفتح قوس عند حاصل ضرب دلتين نكتب الأولى اللي هي سين ضرب تفاضل الثانية الثانية شن هي صاد تفاضل الصاد صاد شرطة بكري تكلمنا عليها تمام زايد الثانية اللي هي سين صاد هذه صاد شرطة ضرب تفاضل الأولى تفاضل الصين بواحد وتكلمنا عليه آمس هذا إذن الآن فهمنا الجزئية هذه نكمل بعدين ندير يساوي هنا يساوي تفاضل الثلاثة ما تنساش رهو تفاضل الثابت بصفر في ناس تنسوا وتكتبها ثلاثة معرفش كيف نسيتها يعني خطة زي هذا يضيع لك المسألة نكمل الآن يصبح عندي ثلاثة صاد تربيع صاد شرطة زايد سين في صاد شرطة سين صاد شرطة زايد صاد بساوي صفر لاحظوا معاي وين الحدود اللي فيهم صاد شرطة هذا واحد منهم وهذا واحد منهم يعني الحدين هم ما خليهم قعدات الصاد هادي بتمشي بعكس الإشارة للطرف الآخر فيصبح عندي هادي خطوات أساسية في إيجاد صاد شرطة في المنحة من التفاضل الضمني فيصبح عندي صاد شرطة هادي بناخدها عامل مشترك أو خلينا خطوة بخطوة نمشي ثلاثة صاد تربيع صاد شرطة زايد صاد شرطة بتساوي هادي مشيت بعكس إشارتها فتصبح عندي ناقص صاد يصبح عندي الآن ناخد العامل المشترك واللي هو عزيزي الطالب زي ما تشوف فيه هنا عندي هناخده صاد عامل مشترك هادي صاد عامل مشترك فيصبح عندي ما اننا اخدنا عامل مشترك بنكتب صاد شرطة اللي هي هذا الصاد عليه purposely هذا الصين نفتح قوس نجي نقسم الحد هذا عليه اللي هو 3 صاد شرطة صاد شرطة صاد شرطة صاد شرطة بتمشي مع صاد شرطة يتبقى عندي 3 صاد تربيع بعد تالي زايد نزلها صين صاد شرطة قسمها على الصاد شرطة بتقعد عندي الصين بيساوي ماطص صاد الخطوة الأخيرة انه ليه نبي صاد شرطة بروحها معناتها منقسم هنا على المقدار الجبري تربيع زايد سين وهنا نفس الموضوع نقسم الطرفين ثلاثة صاد تربيع زايد سين فيصبح عندي نجي نقارن الآن يعني دال صادع لدال سين هذه بتمشي طبعا مع هذه تبقت عندي دال صادع لدال سين فيصبح عندي بهذا الشكل صاد شرطة هي اللي تبقت عندي واللي اسمها عندنا حليا تعرفنا عليها قلنا عليها دال صادع لدال سين شم بتساوي؟ ناقص صادع لثلاثة صاد تربيع زايد سين هل هي نفسها دي؟ لا مش نفسها هذه ما فيش إشارة سالبة هذه فيه إشارة سالبة إذن الآن تصبح الإجابة خطاء نمشي للسؤال اللي بعده عندي السؤال اتنين وستين من الأسئلة اللي أيضا فصار هذه من الأسئلة السهلة تقدروه عزائي الطلبة تجوه هذا نفس العملية اللي تودرناها بتفاضل تفاضل ضمني ولكن ما تاخد ليش دال صادع لدال سين بروحها بعد ما فاضلت تفاضل ضمني عوض تعويض مباشر يعني كيف يا أستاذ؟ يعني من جي هادي سين صاد تفاضلها توا كنا نديره فاها هادي عبارة عن حاصل ضرب دلتين هادي الأولى وهادي الثانية ممكن في ناس توا كيف خشت تشوف البات فيصبح عندي سين صاد شرطة اللي هي دال صادع اللي دال سين زايد صاد مضروبها في واحد ناقص تفاضل صاد تربيع اتنين صاد صاد شرطة تفاضل صاد تربيع زايد تفاضل اتنين سين اتناش سين اتناش تمام نمشي الآن بعد الكلام هذا كله بعد الكلام هذا كله عزيزي الطالب بعد الكلام هذا كله نجي عندي سين موجودة هي عبارة عن اتنين نعوض بقيمتها صاد شرطة هي عبارة عن تسعة الخمسة نعوض بقيمتها وصاد هي عبارة عن ثلاثة تعوض يطلع لي فعلا الناتج هذا لو جاية تعوضة تسعة وثلاثين علي خمسة ونقوله ان اجابة السؤال هادا إجابة صحيحة التعويض نتركوليكم أنتوا أعزائي الطلبة بقي عندي قليل من الوقت نشوف تعليقاتكم كان في حد عنده أي ملاحظة إن شاء الله بنتكلموا عليها الحصة القادمة إن شاء الله سؤال تسعة وخمسين سؤال تسعة وخمسين هذا سؤال تسعة وخمسين زيد عاود شوف البذل بعد ما نكمله إن شاء الله تفهم فكرة السؤال بشكل مباشر نتمنى للجميع التوفيق وسامحونا ما قدرناش نكمله معاكم الجزئية المهمة من الباب هذا إن شاء الله في حصة قادمة نطلق لبعض الأسئلة أو في حصة المراجعة الحصة القادمة تكون على الباب الرابع إن شاء الله بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر